أهلا وسهلا إذن قبل الفاصل قلنا أنه حنسوي الكيش بالمشروب مكونات كثير ما شاء الله فخلينا نبدأ وحنبدأ بشرح معنا كلمة كيش وشو اللي بيفرق عن الفطيرة أو عن التارت أو عن غيرها طبعا الكيش مثله مثل التارت بيحتوي على عجين وبيحتوي على حشوة اللي هنحضرها اليوم باستعمال الفطر المشروب مع الفتة وكمان الطبقة المهمة اللي بتخليه صير كيش هو استعمال خلطة البيض مع الحليب المبخر أو حتى ممكن نزيد عليه كتير من الطعمات لناخد هاي النكة بس أساسي كتير البيض والحليب طبعا خلينا نبدأ أول شي بتحضير خلطة المشروب ونعطيها النكات والفليفرز الموجودة فيها بس هل الفطير من نفس الشي يعني نفس طريقة نحط عجينة على الصينية نقفلها من فوق بعد من نضيف الحشوة التارت أو الفطيرة نفس الشي بس اللي بيفرق الكيش الحشوة بتكون فيها بيت الحشوة أوكي الحشوة فيها بيت والعجينة نفسها هلأ أشرح لكم شو اللي بيفرق فيها ما منحط فيها سكر وما منحط فيها كتير من المكونات اللي عادة نحن ممكن نستعملها بالتارت فهلأ هون أنا أول شي خلينا نبلش بتقلاية البصل مع التوم والمشروب وحاخبركم أكتر عن العجين اللي هو يعتبر من أساسيات الكيش الطيب يعني تعرفي شو سارة كل تفاصيل كل مكون بيلعب دور كتير أساسي بالوصفة يعني الاهتمام والعناية للمكونات اللي عم نستعملها كتير أساسي فلهيكي اليوم مثلا أنا لازم أعطي وقت أنا وعم قلي البصل مع التوم وحزيد هون عليهم كمان شوي من الحر حتى يعطوا طعمة خفيفة من الحر معلقة صغيرة بس لما ما منكون عم نستعمل البهارات كتير بوصفتنا معتها عم نستعمل أعشاب معتها عم نستعمل طعمات طبيعية أكتر وأنا عادة مع المشروب وخاصة لأنه اليوم عم نستعمل هيكي نكهات شوي كريمية أكتر يعني حنخلط نرجع بعدين البيض مع حليب أبو قوسك اللي حيعطينا شويه الطعم من الكريمة وحنرجع نحط عليهم جبنة فتة فأنكهات اللي بتلبق معهم هي نكهات تكون أروماتيك أو عطرية أكتر هو أصلا يعني داما المذاق حق المشروب مع الجبنة والحليب أصلا طعم ملزيز يعني حتى لو صوتيها فطيرة لهادي أنت اليوم حتى تسويها كيش أنا أفتكر كنت أسوي تخيلي كنت أسوي حسيت فجأتيني شوي كنت أسوي فطيرة مشروب متجاج وكريم مو كريم قال لك كريم مو كريم اليد حليب أكصد صح بس الفطيرة كنت أغطيها من فوق كانت تطلع مرة لزيزة تطلع كثير فهذه المكونات المكس حقها مرة طيب مع بعض معكي حق هلأ هون أنا بس اللي زيدت عليهم كمان الزعتر البري ممكن نستعمل عشاب مجففة إذا ما نحب أوريغانو أو غيرها أول ما نحس إنه البصل مع التوم والزعتر والحر اللي حطينا شوي تقلة حزيد عليهم من الفطر طبعا أكيد جايبي المشروب الفرش قصيته شرايح سميكة والهدف هو من إنه تكون الشرايح سميكة لأنه نحس بملمس يعني يكون عنده تكستر يكون فيه هيك أرشي للفطر ما نحسه داب على طول وأنا أذكر إنه قلتين إنه المشروب ما يتغسل إنه لوني بغناط صح دائما المشروب ومتل ما قالنا كزا مرة أحسن طريقة لغسله أو تنظيفه هو القطعة على بتكون مبللة قطعة قماش أو ما نشف تكون نظيفة جديدة تكون مبلولة شوي ونمسح الفطر أو نقشر قشرته اللي من بره لحتى نشيل عنه أما بحال لو إجانا فيه كتير تراب أكيد لازم نغسله بس نتأكد إنه نشفناه بشكل كامل قبل ما نبدأ بطبخه هلأ بهذا الوقت اللي عم يتقلب فيه الفطر مع البصل والتوم قبل ما نكمل بقية تفاصيل الكيش بس هنرش عليه شوية فلفل أسود نقدر نحط عليه كمان ملح حسب الرغبة هترك الفطر لشوي يدبل ونحكي شوي عن العجين وعن حشوة الكيش اللي بتخليها اللي بتخليها اسمه كيش وعن جاد يمكن هاي من الوصفات الحلو فيها سارة إنه ممكن تحضرية وكتير طيبة على عزائم هيك الظهر أو حتى مثلا هلأ على مسلم رمضان إحنا جايين هاي من الوجبات اللي كتير طيبة للسحور لأنه فيها بيض فيها حليب فيها الفطر موجود فيها مكونات كتير فرش هلأ مثل ما شايفين هون أنا عم بستعمل قالب التارت رح ورجيكم اللي هو بيكون عادة محزز من الأطراف وحطيت فيه العجين بعد ما فردته أكيد حخبركم كيف حضرنا العجين بس ديورجيكم كيف نرجع من قص الأطراف بعد ما نكون اتأكدنا إنه كل الأطراف لزقت فيها العجين نرجع إحنا من قص أطرافها لناخد هذا الشكل اللي إحنا بدنا يعه قبل ما نخبزها طبعا الحلو بالعجينة التارت أو الكيش متل ما اليوم عم نعملها إنه إحنا منقدر نخبز مو منقدر لازم نخبز العجين أول بعدين منحط عليه بقية الحشوة بالضبط لانه إحنا بدنا نخبز من جوه ومنبره أما إذا حتنا هلأ على طول عليه الحشوة هو وني يعني حتكون أنا العجينة نية ما حت الخبز فاللي بنعمله منحط عليها ورق زبدة ونحط عليها مثلا فول أو حمص أو أي شيء أو الكرات حقتك كله أو كرات السيراميك اللي هي التقليدية هلأ كيف حضرنا هاي العجين طبعا عنا هون العجين استعملت له كوب ونص من الطحين حنزيد على 125 جرام من الزبدة طبعا هون الزبدة دايما متل ما منحكي عن التارت أو عن الكيش أو أي شيء بدنا نحس ملمسه يصير معانا بسكوتي أكتر يعني لازم تكون المكونات عنا باردة وأنا مبارح حكيت شوي عن العجانة بس كمان بدي ورجيكم قديه هو سهل تحضيره حتى لو بس بالإيد فبعد ما نحنا منضيف الزبدة شف حيصير عنا متل الفتات مع لطحين هنزيد عليه أول ما يصير بها المرحلة هاي هنزيد عليه حبة صفار بيت كيف تصف الصفار من البيض حوارجيكم إياها هي عادة أنا بستعمل القشرة لتحضيره وهنا عم بزيد بس شوية مي بارد فإحنا مع صفار البيض وقليل من المي يعني يدوب حطيت تقريبا معلقة شوفوا كيف صارت عنا العجين على طول بهذا الشكل هاي العجين بعد ما أعجنها بشكل كامل نرجع من خليها ترتاح ومنفردها وبتصير بالشكل اللي هلأ مثل ما أنا ورجيتكم إياها قبل شوي طبعا هون عنا العجين ممكن يصير لونه أصفر أو أبيض على حسب لون الصفار البيض لأنه أحيانا بيجي عنا الصفار شوي لونه برتقالي أحيانا بيكون هيك أصفر أكتر هلأ خلينا نحكي عن الجزء المهم اللي هو جزء اللي حنستعمل فيه اللي حنغطي فيه المشروم يعني احنا بعد ما نخبز العجين هنحط المشروم أو الفطر المخبوز أو المستوي هون على العجين بعد ما تستوي وبعدنا هنرجع نغمرهم بخلطة عبارة عن ثلاث حبات من البيض وحنزيد عليهم ألبتين من حليب أبو قاس هلأ أهم هاي الخلطة بعد ما نحن نزيدها على الفطر اللي مستوي هتعمل هذا هتمزج الطعمات كلها مع بعض هتعطينا هذا الملمس هيك الكريمة خلي خليط واحد يعني هيصير كله خليط واحد بالزبط يعني هلأ هون بس أهم ما شي نحن بعد ما نكون حطينا العلبتين نرجع نخلطهم كلهم مع بعض الحلو هون طبعا كمان أنه بالحليب هذا اللي عم نستعمل المبخر بيفرق عن أي حليب عادي أنه طعمته مكثفة أكتر وحيعطينا هيك شعور بيطل كأنه في شي مثل الكريمة فأول ما منخلط حبات هون لثلاث حبات البيض مع علبتين من الحليب بيكون بهذا الوقت طبعا أنا حكون خبزة القاعدة البسكوت أو اللي هي التارت بنرجع بعد شوي وارجيكم كيف هنغطي بعد ما يكون نخبز بالفطر خلطة البيض مع الحليب وكمان هنرش عليها الفتة وشوي من النعنع هيك المفروم نعام هكذا يعمل الكيك وحترجع تدخل بالفرن أكيد لا يستوي البيض مع الحليب طب بس هلأ إيش تدخل في الفرن لأنه حساتي يمكن هذي ممكن تنحرق معنا بزبط هلأ هاي نحن عنا حرارة الفرن 200 سؤالك كتير حلو درجة حرارة الفرن 200 هنحط عليها ورق الزبدة والسيراميك ونخبزها لمدة عشر دقايق بس هنطلعها من الفرن نحط عليها الفطر الخلطة البيض مع حليب أبو قوس جبنة الفتة ونرجع نخبزها مرة ثانية لمدة نص ساعة بهالنص ساعة هاي خليط البيض مع الحليب هسير مثل الأشطة يعني هسير كأنه متماسك يعني بشكل كامل ما بيكون أكيد سايح فأنا بهالوقت لح أخبز فيه العجين فعلا مثل ما وعدتكم اليوم وصفتنا فيها تفاصيل كتيرة بس هي عن جد تحضيرها سهل تاخد بس هيك شوية تحضيرات على وقتنا أول شي حضرنا العجين اليوم خلطنا فيها كوب ونص من لطحين زدت عليهم 125 جرام من الزبدة خلطتهم مع بعض بشكل كامل بعدين زدت عليهم حبة واحدة من صفار البيض وشوي بسيط من المي البارد لحتى تماسكت معنا رجعت فردت العجينة كلها مثل ما شايفين على صينية اللي هي خاصة للكيش أو اللي هي خاصة للتارت اللي منقدر نفكها من تحت منقدر نعمل أوالب صغيرة ممكن نعمل أوالب أكبر بعد ما فردت العجين حطيت عليها ورق الزبدة وحطيت عليها شوي من يعني اما مثلا حمص أو حجر السيراميك خبزناها لمدة عشر دقايق صارت كرنشي من برة يكون لسا شوي طرية من جوا بها المرحلة حنكمل بقية خطوات تحضير الكيش لليوم طبعا عملنا اليوم للحشوة استعملنا الفطر ليكون جزء من حشوتنا قليت الفطر بالبصل والتوم مع زيت الزيتون زدت عليهم الحر شوي من الهلابينو هيك اللي يعطينا طعم وكمان زدت عليهم شوي من الزعتر الأخضر طبعا قبل ما نحط الفطر نتأكد أنه ما في عيدان من الزعتر ما يكون في عنا حبات كبيرة من التوم لسا موجودة لحتى نرجع نحس بملمس بقية الخليط اللي اليوم حنقدر نكمل فيه وصفة الكيش هون عمشير بقية البصل كمان الحلو هلأ هون أنه هذا الفطر حيرجع ينطبخ مع الخلطة اللي خلتها الوصفة كيش موتايت الكيش عبارة عن أو اللي بيميز الكيش هي خلطة البيض مع الحليب فأنا اليوم استعملت ثلاث حبات من البيض خلطت معهم على لبتين من حليب أبو قوس بعد ما نخلطوا بشكل كامل هارجع هلأ صب هذا الخليط على وجه الفطر مثل ما شايفين بهالشكل هاد بصير عنا خليط مثل الكريمة هيك كتير بس ينخبز بالفرن طبعا هيصير مثل الأشطة بعد ما وزعنا بشكل كامل هلأ هارجع حط على الخلطة شوي من جبنة الفتة لحتى تعطينا الملوحة مثل ما شفتوا اليوم ما كتير استعملنا الملح بخلطتنا ما حطيت ملح مع الحليب والبيض لحتى نرجع نعمل توازن بالطعمة باستعمال الفتة الحلو هون انه الخليط البيض مع الحليب حيصير كريمي أما جملة الفتة حتعطينا هذا الملوحة والكرمبل الموجود لننهي هالوصفة هاي قبل ما ندخلها على الفرن رح حط رشة من النعنع المفروم ناعم كمان النعنع حيعطينا هاي الطعم العطري الطيب لهالوصفة سريعة وسهلة وبعودكم كتير طيبة وكمان الحلو فيها نقدر نحضرها ونخبزها ونرجع نسخينها بأي وقت من أوقات التقديم هالوصفة هاي هلأ رح أرجع دخلها على الفرن تاخد معنا من عشرين دقيقة لنصف ساعة لحتى ما نشوف انه البيض مع الحليب بتماسك بالشكل كامل ونخبزوا كلهم مع بعض اليوم كانوا معي حتى شافوا كيف احنا عم نحط لمسات الأخيرة وآخر تفاصيل وصفتها اليوم اليوم عملنا الكيش بالفطر مع خلطة البيض بالحليب وطبعا حطينا عليها كمان جبنة الفتة عن جد هاي الوصفات يمكن أحيانا منشوفها جاهزة منقول قدية ساعة بتتحضر بس عزتوا لنفسكم تجربة وجربوا أشياء جديدة واستعملوا المكونات حتى الي انتو بتختاروها وبتحبوها وصدقوني رح تعجبكم هالوصفة لا كانت صراحة سهلة وسريعة وانت دمين سهل للأمور أصلا يا شاف هالا وحبيت الدكريشن هذا الي في الأخير نعناع وشوي هلأ من أسبب الأيادي طبعا الكيش الحلو انه ممكن كمان تأكل حارة أو باردة عادة أنا أفضل تكون سخنة كتير حتى لو كنا خبزناها قبل بوقت أنه نقدمها حارة ونحط معاها سلطة خضرة سلطة مع لينون تنفع غداء تنفع يعني فطور متأخر وهي كتير حلوة للغداء بس ضروري مع سلطة يعني ما نحط معاها الشي كمان دسم أكتر وتعرفوا أنا قبل شوي كنت بسأل هلأ يعني عادة في المطاعم الأطباق لما نحط تتوقع أنه فيه أشياء ما تتاكل بس هو لا أنت زي ما ذكرتي أنه مفروض كل شيء يتاكل كل شيء موجود بالوصفة لازم يكون يؤكل وغير مقبول أبدا أن نحط شيء من أنواع التزيين اللي هي بس مجرد تزيين بس لا تؤكل يعني حتى لو كان بسأل برش ليمون أو برتقال هذا بيمشي الحال الآن أنا عندي سؤال لما يجبون عصير عصير توت مثلا ويحطون توتا كذا هلأتكيت أنك تاكلها التوتا هذه ولا تخليها لهم لا تتاكلها طبعا إذا اشتهت عليها إذا اشتهت كل شيء إذا اشتهت أي شيء كله علي ولا تخلي في لبسك يعطيك ربي الفافية ونشوفكم إن شاء الله بكرة على خير إن شاء الله الحلقة نالت على عجابكم شوفكم بكرة شوفكم بكرة أكشل الأحد أنا مع السلامة